السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية دخل رامي عباس وكيل اهمال محمد صلاح لاعب فريق ليفر بول ونجم الكرة المصرية في مفاوضات مع فريق ريال مادريد للفوز بعقد موكله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية واكد الصحف الاسباني ادواردو اغوير خلال استدافته بالبرنامج الشهير تيشرينجيتو على قناة لاسكاسيتا ان وكيل اعمال صلاح يتوجد حاليا بالريال لحسم صفقة الموسم ووقع محمد صلاح لنادي ريفير بول الانجليزي خلال الصيف الماضي قادما من روم الاطالي في صفقة كلفت خزينة ريدرز خمسون مليون يورو ونجح في تسجيل 18 هدفا والقيام بست مريلات حاسمة في الدور الانجليزي الممتازة وتسجيل خمسة اهداف وتمرير هدف اخر في مباريات الشامبيونس ليجا اي انه سجل 23 هدفا ومر سبعة اهداف في 28 مشاركة بقميسي الريدرز شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان شكرا على المتابعة